موسيقى لجأ الفريقون لضربات الجزاء الترجحية وتغلب سموحه بسوء توفيق من لعبي الأسيوتي لكن في النهاية ألف مبروك نادي سموحه كل التوفيق لهذا النادي الكبير وهارد لك لعلي مهر العمل موسم ولا أروع في الدور العام وأيضا في كأس مصر وكمان عمل مفاجأة كبيرة جدا بتغلب على نادي الأهلي النادي الكبير نادي العظيم لكن هذه الكور هارد لك علي مهر وكنا نأمل نحن نشوفك في النهاية لكن برضو كابتن ميمي عبد الرازق عمل شغل كبير جدا مع نادي سموحه كابتن ميمي عبد الرازق اللي يشوفه في دروات الجزاء صراحة يصعب عليه يعني حاجة بصراحة أنا كنت خايف عليه جدا يحصل له حاجة لكن الحمد لله مباراة وعدتها كابتن ميمي وألف مبروك على نهائي الكأس وإن شاء الله تعمل مباراة كبيرة قدام نادي الزمالك نادي الزمالك عمل مباراة كبيرة جدا قدام نادي إسماعيلي واستطاع أنه يكسبه بأربع أهداف مقابل هدف وأربع أهداف وفوز بصراحة بإقناع إن شاء الله تبقى مباراة طاليق بكأس مصر وطاليق بإسم نادي الزمالك ونادي سموحه اللي بيلعب نهائي الكأس على إيد ميمي عبد الرازق أعتقد أنها المباراة الأولى الميمي عبد الرازق في نهائي كأس مصر إن شاء الله تبقى مباراة مميزة وكل التوفيق للفريقين وكل التوفيق للكورة المصرية عموما قبل ما ندخل وسأبل ضيوف الكرامة يبقى معايا بعد قليل نجم الكرة المصرية والنجم الكبير الكابتن فاتحي مبروك إن شاء الله أكلموا فيه أهم مقرات مجلس إدارة نادي الآلي وأكلموا فيه كمان الآلي والترجل نشوف رأيه بحاول أجيب لكم نجوم كبيرة جدا عشان ما نروحش بعيد يبقى النجوم مقنعة نجوم كلامها مقنعة بالنسبة لكم أسماءها كبيرة جدا تاريخها كبير جدا ما نروحش بعيد وما نروحش في حتة في ناس عايزة تدخلنا فيها عشان كده بنجيب لكم نجوم كبيرة جدا بتكلمكم بمنتهى الإقناع بالدلائل وهنتكلم معاه أيضا في مبروات الأهلي القادمة إن شاء الله ونتكلم معاه كمان في مبروات اعتزال النجم حسام غالي وهل هو وقت ولا مش وقت وخلاص حسام خد كراره والمطش إن شاء الله يوم الجمعة الجاية أقول لكم بسرعة ودايما بنأكد وبنكرر وبنقول الكرارات اللي خدها مجلس إدارة النادل الأهلي في اجتماعه الأخير عشان تعرفوا متى جدية هذا المجلس فيه قراراته فيه وعوده للجماهير تكليف أهم الكرارات أو اعتماد توصيلات المكتب التنفيذي للنادل الأهلي في اجتماعه السابق تكليف المهندس خالق مرتجي عضو المجلس برئاسة باحثة الفريق أو المتجهة إلى الإمارات للقاء أكس مستردام الهولندي في مبروات عزال النجم الكبير حسام غالي على ملعبها الزعب بن زايد يوم 11 مايو إن شاء الله أيضا تستمر رئاسة المهندس خالد مرتجي للبعثة في خلال أو في توجهها إن شاء الله لكمبالا سيتي يوم 15 مباراة الهامة جدا اللي بنتظرها كل عشاء النادي الأهلي عشان نشوف احنا فين من دوري مجموعات أفريقا إن شاء الله نادل الأهلي إن شاء الله إن شاء الله يتغلب على فريق كمبالا سيتي وانتزع ثلاث نقاط إن شاء الله تكون هامة جدا عشان يبقى رصيده من النقاط أربع نقاط ونهدى شوية بقى ونسكت شوية الناس اللي هي بتنتقد من الفاضي تكليف الأستاذ طارق أنديل عضو المجلس بتمثيل النادي الأهلي في اجتماع الجمعية العمال الاتحاد الإسكواش وكذلك تكليف المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس التمثيل الأهلي في اجتماع الجمعية العمال الاتحاد الكرة الطائرة وفيما يتعلق بملف الإنشاءات الذي يمنحه المجلس اهتمام كبير جدا شوفنا كابتن محمود الخطيب في الاجتماع اللي عمله أخيرا كان بتكلم عن الإنشاءات وتطورها وان شاء الله تكون أو تكون لائقة باسم النادي الأهلي وتكون شكلها شكل النادي الأهلي زي ما كان المكت بيعرضه للجماهير استمع المجلس لتقرير مفصل من مهندس سامح كامل المستشار الهندسي للنادي متضمن الجدول الزمني لكافة الأعمال الانشائية والتطوير بفروع النادي السلاسة والتي بدأت بالفعل في فرع النادي بمدينة نصر من خلال إنشاء حديقة جديدة لجلوس الأعضاء بالإضافة للمنطقة الترفيهية وكذلك أعمال التطوير الخاصة بأسوار النادي وفيما يتعلق بملف التطوير والإنشاءات داخل مكر الجزيرة فإن العمل في هذا الملف سوف يبدأ بعد عيد الفطر إن شاء الله من خلال تطوير المبنى الاجتماع وإنشاء صالة الكراتي الجديدة بالإضافة لتطوير أسوار النادي أما في فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد فقد تسلم النادي المستنتد والمخطط لعمل المبنى الاجتماعي الجديد على أن تشمل التفرة الإنشائية في فرع زايد إنشاء مكر جديد للشهر العقاري الفرع الرابع فرع التجمع الخامس اللي كل الجماهير بتستنى هيتسلم النادي إن شاء الله خلال أيام القادمة الخطاب الوزاري لإعتماد المخطط العام للفرع الجديد على أن تبدأ بعده عمليات الترخيص من الجهاد المختصة حتى يتسنى فتح باب الاشتراكات أمام الراغبين الجدد في الحصول على عدوية النادي بالفرع الرابع في التجمع الخامس إن شاء الله استعرض الكابتن محمود الخطيب ملف تطوير أكاديميات النادي الأهلي والملف الهام جدا بالنسبة للكابتن محمود الخطيب للاستفادة المسلى من هذه الأكاديميات ونتيجة الجلسة التي عقدها مع الكابتن إبراهيم عبدالصمد مدير الأكاديميات وما تم طرحه من أفكار لتطويرها وكذلك ما تم إنجازه من خلال العقد الجديد والذي أبرمه النادي مع الأكاديمية أو أكاديمية الأهلي بالكويت والتي بلغت قيمتها المادية أضعاف أو ثلاثة أضعاف العقد السابق أيضا المجلس ناقش ملف قطاع الناشئين الكابتن محمود الخطيب برضو يعني حطت عينه قوي على قطاع الناشئين ودي حاجة طبيعية جدا لاهتمام بقطاع الناشئين مفيد جدا نادل أهلي وتفويد الكابتن الخطيب لعقد جالسة مع الدكتور عمر أبو المجد رئيس قطاع الناشئين لتوفير كل الإمكانيات والمناخ المناسب للعمل بالقطاع حتى يفرز العناصر الجديدة من اللاعبين ولا تسد احتياجات الفريق الأول لكرة القدم دي سياسة أعتقد أنها سياسة مهمة جدا للفريق وكمان سياسة تسوقية كمان ناقش المجلس استعدادات النادي لشهر رمضان الكريم على مستوى الفروع الثلاثة والدورات الرمضانية المقدمة من لجنة الشباب والخيمة الرمضانية في فرع الشيخ زايد على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل فور الانتهاء من الإجراءات التنظيمية لهذه الدورة قرر المجلس اعتبار جلسة اليوم ممتدة لحين تحديد موعد جديد دي كانت أهم الكرارات واللي دايما بنعرضها لحضراتكم عشان نفكركم بالكرارات اللي بيأخدها مجلس أدارة نادي الأهلي واللي هو بيلتزم بها بجميع الوعود اللي وعدها الكابتن محمود الخطيب تحديدا في عائلة الأهلي ليه جماهير نادي الأهلي العظيمة مش هستول على حضراتكم عشان ناخد النجم الكبير نجم النادي الأهلي ونجم مصر الكابتن الكبير اشتركوا في القناة